بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رمز جديد هنتكلم عن كيكة الشوكولاتة. احنا اتكلمنا عن كيكة الكريمة او تورتة الكريمة بفيديو قبل كده موجود في القناة. النهاردة هنتكلم عن كيكة الشوكولاتة. اولا الفتاة العزباء اما تشوف ان هي بتتناول او بتاكل كيكة الشوكولاتة فمن الرموز المباشرة لها بالزواج. كمان من الرموز المباشرة بسمحها اخبار سعيدة. يمكن الاخبار دي خاصة بالنحية العاطفية. اما لما تشوف ان هي بتاكل كيكة شوكولاتة ولكن هي لقيتها فيها تغيير او في طعمها او ان هي فزدة. فللأسف بتدل على تعب اه في حياتها او اه هي هتخسر امر اه ما اه في حياتها. اه كمان كيكة الشوكولاتة اه برضو اه ليه المرأة اللي متزوجة اه برضو من الرموز اللي بتدل على الاستقرار في حياتها الزوجية وعلى حب اه متبادل بينها وبين اه زوجها كمان اه لو في مشاكل او في هموم فمن الرموز اللي بتدل على الخلاص اه من اه مشاكل من هموم اه خروجها من اه قرب كانت اه بتعاني اه منها اه لما تشوف ان هي اه بتصنع كيكة الشوكولاتة في المنام فمن الرموز اللي بتدل على قدرتها على اه تحمل المسئولية وتحمل الصعاب وكمان قدرتها على تخطي عقبات او تخطي اه اه ازمات. المرأة الحامل كمان بشارة لها بولادة سهلة بولادة ميسرة. اه كمان بقرب معاد الولادة. اه كمان الرجل اه لما يشوف انه بيقطع كيكة الشوكولاتة فبشارة ليه بنجاحه في مشروع تجاري هو هيقوم بي اه او مشروع هو كان بيفكر فيه. كمان ممكن تدل على حصوله على مراس. كمان الرائب بشكل عام سواء رجل او امرأة لما يشوف انه اه بيقطع الكيكة الشوكولاتة وبياخد نصيبه منها فمن الرموز اللي بتدل على حصوله على اه مراس. اه كمان تقطيع الكيكة الشوكولاتة وكان طعمها اه سيء فللاسف اه بتدل على خيبة امل للرائي. كمان بتدل على عدم تحقيق امنية كان بيتمنيها. موسيقى موسيقى موسيقى